نظم المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا محاضرة ناقش خلالها الرئيس التركي رفجب الطي بردوغان رؤية تركيا للسلام في الشرق الأوسط وفي كلمة ألقاها فخامته أشاد بالعلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية تركيا بمملكة البحرين ودول الخليج العربية وأن هذه العلاقات تشهد تطورا ملحوظا على كافة الصعود مشيدا بالدعم الذي حظيت به تركيا من قبل جلالة الملك المفدة وذلك بعد الإنقلاب الفاشل وزيارته الأخيرة التي توجت بالنجاح مستعرضا ملامح الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والجهود التي تبذلها تركيا في المنطقة من أجل إحلال الأمن والسلام هذا وقد أشار فخامته إلى الوضع الراهن في سوريا وما يواجه اللاجئون من تحديات تتطلب تكاتف المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل استيعاب الوضع الإنساني هناك في ذات السياق تطرق رجب طيب أرلغاني إلى دعم تركيا للقضية الفلسطينية وإلى عملية السلام في الشرق الأوسط إضافة إلى الجهود التي تبذلها تركيا في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره متهما داعشا بالمنظمة الإرهابية من جانبه القام علي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير خارجية مملكة البحرين كلمة أشد فيها بأهمية الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس التركية وبالعلاقات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة وبالدور الذي تلعبه تركيا في منطقة الشرق الأوسط خلال هذه الزيارة مهمة تم بحث العلاقات الاقتصادية بحث وقعت التفاقيات ومذكرات تفاهم بحث العلاقات الدفاعية العلاقات السياسية التنسيق المشترك العلاقات ما بين مجلس التعاني بحكم الرئاسة عند البحرين وتركيا هناك الكثير الآن أمامنا وباقي حسب توجيه سيدي صاحب السمو الملكي رئيس وزراء حفظ الله بالتنفيذ نحن نشترك مع تركيا في نظرتها لسبل أحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة تركيا دولة مهمة ولديها نظرة واضحة في هذا الشأن ونحن نتفق معه والله المجلس التعاون دائما لم يتردد لحظة في دعم الشعب السوري ودعم أي عملية سياسية لأحلال السلام في سوريا إن كان في جينيفا واحد جينيفا اثنين تركيا تولي أهمية قصوى لتطوير علاقاتها مع البحرين ودول الخليج العربي ونحن في تركيا لم ننسى دعم وزيارة ملك البحرين لنا بعد الإنقلاب الفاشل على الشرعية في الآوين الأخيرة عملنا بقوة مع البحرين تحديدا ودول مجلس التعاون من خلال الاجتماع الأخير في الرياض والذي اتفقنا من خلاله على توسيع نطاق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي العلاقات السياسية بين البلدين في تطور مستمر ونطمح أن نطور التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين تركيا والبحرين المترجم للقناة